وخلال جولته التفقدية بمنطقة الغورية وبابزويلة أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على قيمة منطقة القاهرة التاريخية التي تضم نحو 537 مبنى أثريا مسجلا في التراث العالمي ومنظمة اليونسكو وتعد كنزا من التراث الحضاري ونبه مدبولي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أنه مع الخروج إلى العاصمة الإدارية الجديدة لن ترفع أيدي التطوير عن مختلف مدن وعواصم الجمهورية القديمة كالقاهرة والإسكندرية وبرسعيد كما تناول رئيس الوزراء الشائعات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تنقل معلومات مغلوطة ومضللة عن اعتزام الحكومة القيام بتنفيذ أعمال هدم وتهبير لسكان المنطقة مؤكدا أن هدف الدولة هو التطوير والتحسين وليس إخراج الأهالي من المنطقة أو تنفيذ أعمال هدم أو إزالة